التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهد الحامد بمدير فرع الصندوق الاجتماعي في عدن فؤاد طاهر وتم مناقشة المشاريع التي تم تنفيذها والتحديات التي واجهت المشاريع التي لم يتم تنفيذها وأكد اللقاء أن الصندوق قد نفذ 20 مشروعا خلال العام 20-24 بتكلفة قدرها نحو 22 مليون دولار وأن 40 مشروعا قيد التنفيذ كما تم مناقشة العوائق التي حالت دون تنفيذ بعض هذه المشاريع وتم الاتفاق على معالجة الكثير منها بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة باحتياجات المواطنين لحماية المشاريع وتسهيل مهام الصندوق وأكد اللقاء على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وتحقيق الفائدة القصوى للمجتمع المحلي موسيقى